بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أداريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع تلك العلاقات المتكافئة بمعنى أن كل علاقة منها تؤدي إلى الثانية والعكس صحيح فإذا كانت A مصفوفة مربعة ذات أبعاد N في N فإن كل هذه العلاقات تكافئ بعضها البعض العلاقة الأولى A is invertible المصفوفة A invertible بمعنى أن لها معكوسا هذا يكافئ العلاقة خمسة أن محدد المصفوفة A لا يساوي الصفر والعلاقة أربعة هي أن المصفوفة A can be written as a product of elementary matrices بمعنى أن المصفوفة A يمكن أن تكتب حاصل ضرب مصفوفات أولية الأهم هنا هو إذا كان عندنا نظامين خطيين أحدهما متجانس والآخر غير متجانس فماذا نستنتج؟ إذا كان النظام الخطي متجانس أي أن A x يساوي صفر فإن حل هذا النظام الخطي هو الحل التريفيا السوليوشن الحل الصفري بمعنى أن كل المتغيرات تساوي أصفار أما إذا كان هذا النظام غير متجانس non-homogeneous A x يساوي بي فإن هذا النظام له حل وحيد فكل هذه الجمل الخمسة يكافئ بعضها أي أن كل منها تؤدي إلى الثانية والعكس صحيح مثال على ذلك إذا أخذنا النظامين الخطيين التاليين وأردنا أن نعرف أي من هذين النظامين الخطيين له حل وحيد في البداية نكتب هذين النظامين على شكل نظام خطي من المصفوفات هكذا هذا هو النظام الأول وهذا للثاني الأول 0 2 سالب 1 3 سالب 2 1 3 2 سالب 1 x 1 x 2 x 3 سالب 1 4 سالب 4 أما الثاني 0 2 سالب 1 3 سالب 2 1 3 2 1 x 1 x 2 x 3 سالب 1 4 سالب 4 لو أخذنا مصفوفة المعاملات بالنسبة للنظام الخطي A وحسبنا قيمة المحدد لها لو وجدنا أن العمود الثاني هو عبارة عن ضعف العمود الثالث بعكس الإشارة فمثلا سالب 1 في سالب 2 بـ 2 1 في سالب 2 بـ 2 وبالمثل في العنصر الأخير سالب 1 في سالب 2 بـ 2 لذا فإن قيمة هذا المحدد تنعدن بمجرد النظر وتساوي 0 بمعنى أن هذا النظام ليس له حل لماذا؟ لأن مصفوفة المعاملات ليس لها معكوس لأن محددها يساوي 0 إذا أتينا إلى مصفوفة المعاملات للنظام الخطي B لوجدناها بأي طريقة نحسبها كما حسبنا من قبل تساوي سالب 12 أي لا تساوي الصفر بمعنى أن مصفوفة المعاملات هنا للنظام الخطي B لها معكوس وبما أن لها معكوس إذن فهذا النظام الخطي الغير متجانس له حل وحيد لذا هذا النظام الخطي has a unique solution له حل وحيد